خلال يوم الثلاثة دائماً ضمن الطيرات غربية جنوبية غربية رطبة على منطقة تندوف وسحراء الوسطى إذن أمطار على شكل زخات رعدية ستخص كل هذه المناطق بينما على المناطق الشمالية سحب ستنتشر على الواجهة الغربية نسبة رطوبة علي من المناطق الشرقية نحو الجنوب الشرقي خلال يوم الآربع دائماً نسبة رطوبة علي مع ضباب على السواحل مع هبوب رياح قوية على الواجهة السحيلية الغربية سحب ستنتشر سوفل كثيفة أحيانا على المرتفعات والهضاب لكن مرفوقة بأمطار رعدية دائما على ولاية تندوف والصحراء الوسطى درجات الحارة ترتفع خاصة على الواجهة الغربية خلال يوم الخامس دائما أمطار رعدية ستخص صحراء الوسطى كذلك ولاية تندوف تحت وقع الرعود لتلتحق خلال أمسيا إلى الهضاب العليا الغربية بينما دائما هبوب الرياح قوية على الوجهة السحيلة الغربية نسبة رتوبة عالية مع ظباب من الجنوب الشرقي نحو المناطق الشرقية